سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته احبائي طلبة سنقول عدادي نستكمل النهاردة ان شاء الله مراجعة توبسكور مع يونت تو للناس اللي عندها امتحانات ان شاء الله بتاعة الميتر يونت تو بعنوان ونبدأ مراجعتنا بديالوج بتوين سامي and نبيل بيتكلموا عن الملابس سامي بيقول what do you wear when you go out بتلبس ايه وانت خارج واحنا بنجاوب على زي كده نخلي بالنا مين اللي بيرد ولد ولا بنت لان الموضوع يبقى مختلف شوية في اللبس يا حوالي فهنا اللي بيرد سامي لان ده دالوج ما بين سامي وما بين نبيل فبيقول what do you wear when you go out بتلبس ايه وانت خارج عمتا الولاد هتلاقي بيستسهل اوي فهيقول ايه تي شيرت ممكن تقول كده ايه تي شيرت بيلبس تي شيرت وبيلبس جمز يرجع سامي بكوستن what do you wear what do you wear now اول سؤال ده اصلا المفروض يبقى كده what are what are you wearing now ده صحب عالكوستن اصلا what are you wearing now انت نابس ايه دلوقتي هيقول i am wearing a heavy jacket انا لابس جاكت تقيل لان طبعا احنا في الشتة فلازم يلبس حاجة تقيلة تدفي and what do you like wearing at home حب تلبس ايه في البيت في البيت هيحب يلبس مثلا training فهيقول i like wearing i like wearing a training suit at home سامي مفروض بي هنا بيسأل question وبيرد عليه نبيل بيقول له i wear my uniform at school بلبس في المدرسة ازي الموحد اكيد هنا هيقول له طب انت في المدرسة بتلبس ايه بقى هيقول له what what do you wear at school thank you bye وبينتهي الديل exercise number two answer the following questions question one who is your favorite singer مين هو المطرب المفضل اللي انت بتحبه my favorite singer is is وطبعا اي اسم مطرب انت بتحبه وليكن مثلا hammer host number two what can you see in the theater ايه اللي ممكن انك تشوفه في مسرح في unit two بنتكلم على المسرح والحاجات اللي احنا نقدر نشوفها فيها ايه ممكن مثلا تقول i can see stars بشوف مثلا اه النجوم مش النجوم اللي في السماء الممثلين يعني اه ممكن اشوف ايه تاني كمان غير and audience والجمهور بيبقوا كمان موجودين لو عايز تقول طبعا انا كاتب اتنين stars audience عشان كده حطيت لكن انت تقدر تكمل باي حاجة تانية وتحط اكتر من مرة وتخلي في الاخر خالص تاني ممكن تشوف ممكن تشوف audience وكمان الخشبة بتاعة المسرح اسمها آآ stage اللي هي خشبة المسرح دي برضو بنشوفها هناك نعاني number three exercise and match توصيل تقدر توقف الفيديو وتبص كده على one two three تقرف معظمها definitions يعني تعريفات ما هو تعريف الكلمة تعالى كده نبدأ مع بعض يعني لو تقدر تختبر نفسك وبعد كده تشغل الفيديو تمام وتشوف انت صح ولا غلط question one a star is نجم السنما هو ممكن نقول ان هو a very famous actor or singer حد ممثل مشهور جدا او مغني طبعا number two a musical is a musical is ايه هي الميوزيكان ممكن تبقى a theater production that tells a story yes نشوفها اقرب حاجة a theater production that tells a story انتاج مسرحي يتضمن قصة واستعراض هي طبعا المفروض a story and music يعني هي عمل انتاج مسرحي بيبقى في قصة وداخل في اغاني وموسيقى and the music number three rehearse means rehearse معناها يتدرب على عمل مسرحي ايه كلمة يتدرب كفاية اكيد تعرفتك الاجابة to practice for a theater production to practice for a theater production اتمرن على العمل المسرحي number four to sing is انك تغني ده ايه to make music with your voice تستخدم صوتك عشان تعمل بقى نغمات وتتكلم وتطلع كلام جميل وحلو كده to make music with your voice هو ده تعريف لكلمة sing number five what actors do in theater or cinema production is act ما يفعله الممثلون على المسرح او في الانتاج المسرحي او السينمائي is act يسمى تمثيل number six the performance is what الاداء المسرحي هو what what actors give every night العرض المسرحي او الانتاج المسرحي هذا ما يفعله او يقدمه الممثلون كل ليلة على المسرح وننقل على اسئلة choose اول question for the truth my sister love all subjects اختي بتحب لكل المواد بتحب تعلم كل المواد الفعل love والفعل like والفعل adore يحب بدرجاته والفعل dislike وهيت وcan't stand دي افعال بمعنى لا يحب ويكره ولا يطيق مجموعة الافعال دي ومعهم كمال enjoy تحط بعضهم geront الفعل في ال-ing هيبقى الاجابة هنا studying number two what do men usually wear with a suit الحاجة اللي بيلبسها الرجالة دايما مع البدلة ايه بقى تقول ليه الشيرت اميس عشان الاميس ده اصلا جزء من البدلة يعني لكن الحاجة المسهورة للبدل اكتر استخدامها مع الرجال اللي هي ال-tai اللي هي الكرافاتا number three we are a new play let's see it بيقول احنا عندنا ايه لمسرحية جديدة ما تيجي نتفرج عليه احنا عندنا تدريب او اه ممارسة للعمل المسرحي او تدريب عليه rehearsing وتعالى نروح نتفرج number four when i am a in the theater many faces look at me وانا ايه على المسرح وجوه كتير بتبصلي على خشبة المسرح قلنا عليها دي ال-stage اوكي number five they like to the theater زي ما كنت بشرح لك في اول question في ال-choose فعل like من الافعال التي ياتي بعدها صيغة gerund i-n-g they like going to the theater number six in a the actors sing and the act احنا قلناها واحنا بنتكلم في الماتش لانتاج المسرحي اللي فيه موسيقى كان اسمه a musical number seven jan jan is hard working مجد في العمل jan is hard working مجد في عمله مجدة في عملها jan her brother is very lazy her brother is very lazy and it ranks to the same color and material اختي تحب انه يكون الحلق وايه من نفس الخامة او من نفس اللون الحلق وايه ممكن يمشي مع لبس البنات اكتر اه اللي هو العقد او السلسلة اللي هي لبسها طقم كامل كده على بعض الحلق والسلسلة يبقوا من نفس الشكل بيبقى طبعا بحاجة شكلها جميلة number nine my brother always wears a white with his jeans اخويا بيلبس ايه مع الجنس اكيد طبعا هيبقى a t-shirt number ten in our basketball team we all have the same trainers and كلنا في الفريق بتاع الباسكتبول عندنا نفس الترينر نفس الترينج and and the trainers the trainers اللي هو الكوتش واكيد نفس الترينج يعني هيبقى track suit number eleven we have got a mass exam today عندنا امتحان رياضة النهاردة and english exam tomorrow امتحان انجليش بكرة مفيش تضادنا بينهم دي جمل statements يعني بتدي معلومة او بتديك خبر جمل خبرية بربط ما بينها وما بين بعضها and i dislike i dislike germanistics وانا كنت بقول من شوية like و dislike من الافعال اللي بيجي بعدها ing ما تنساش هتبقى doing number thirteen i have i have got a new suit جبت بدلة جديدة the and trousers are black بانطالون و اي لون هم السوي البدان بدلة هيبقى البانطالون وش جاكت نفس اللون the jacket and trousers are black number fourteen summer or winter سواء صيف او شتى my grandma always wears جدتي دايما بتحب تلبس ايه ينفع مع لبس الست دائل جدة a skirt حب تلبس الجيبة number fifteen خمستاشر واخر سؤال في مجموعة اللي تشوز at the office بيقول في المكتب we wear بنلبس with our suits بنلبس ايه على البدل بتاعتنا بنلبس اكيد shirt الاميز ولو في كمان تاي الكارفاتة تبقى قولة كمان عندنا comprehension text نص او قطعة عن ايميل كاتبه جامع لمايكل بيقول له اقرأ كده بقى معي dear مايكل how are you this is just a quick email to tell you about what i'm doing ازايك عامل ايه كيف حالك ده ايميل انا بكتبه لك عشان اقولك انا بعمل ايه دلوقتي i am in the computer room at school انا هنا في قوضة الكمبيوتر في المدرسة and i'm writing on a computer here وبكتب على الكمبيوتر وطبعا هنا مستخدم present continuous عشان يعرفك ان هو الحاجة دي بتحصل الان وهو بيكتب الايميل i have got a lot of work because we are rehearsing a school play every night بيقول انا عندي بقى كمان شغل كتير بعمله لان احنا rehearsing معناها بيتمرنا على العمل المسرحي كل يوم بنتمرنا على مسرحية مدرسية we have also got exams عندنا كمان امتحانات i love doing the play but i don't really like doing exams انا بحب اعمل المسرحية يعني بيحب يمثلها ويتمرن عليها but i don't really like doing exams بس ما بحبش بقى اعمل المتحانات اكيد يعني اي طالب لما يعرف ان عندهم امتحان ومذاكرة اكيد يعني الموضوع هيبقى ثقيل ربنا يكملها معاك وعلى خير ويخفف عنك تعامل المتحانات the play we are performing is hamlet by William Shakespeare بيقول المسرحية اللي احنا بنتفرج عليها او بان احنا performing هنا معناها ان احنا بنقديها او بنمثلها اسمها hamlet دي قصة كان كتبها William Shakespeare and i am hamlet انا hamlet انا اللي بقوم بدور hamlet i am very happy to perform that play and our teachers are good fun يقول انا مبسوط قوي بالدور اللي بقدموا بالمسرحية هنا كمان المدرسين بتوعنا good fun يعني ناس كويسين دمهم خفيفة well i want to write more but i have to study for tomorrow's maths exams انا بس كان نفسي اكتب لك اكتر من كده واكتب حاجات تانية بس عندي امتحانات وعندي امتحان رياضة بكرة كمان send me an email soon ابعتلي ايميل لو سمحت في اقرب فرصة buy وبيوقع باسمه jaman question one what's jaman doing at the moment بيعمل ايد الوقتي لو ركست كان بيقول ان هو بيكتب على كمبيوتر بيقول ايم writing on the computer بس انا مش عايزة تقول ايم طبعا انت هتجاوب باسم جماني يعني اتقول مثلا when he is he's writing on the computer number two has he got exams عندم تحانات yes نساش يسونو بيك بعدم كو ما الساتف yes he has how are the teachers at jaman's school بيسأل على المدرسين في مدرسة جامع هقول ان هما كانوا كويسين جدا هو وصفهم اصلا قال they are good fun is jaman angry with the play هل هو او زعلان متضايق يعني من المسرحية طبعا لا ما كانش متضايق منها no he isn't number five why does jaman send this email to michael هو اصلا بعت له الايميل ده ليه كان ايل له هنا انا بعت لك الايميل i are just عشان يقول له هو بيعمل ايه to tell him لكي يخبرو to tell him what he is doing why is he busy هو ليه مزهول as he has exams دي اول حاجة عندهم تحانات and he is rehearsing قلنا الفعلة دا اللي هو بيتمرن is rehearsing a school play بيتمرن على عمل مسرحي وكمان عندهم تحانات is rehearsing a school play seven which play are they performing انه مسرحية بيمثلوها اكتب كده افتح brackets اقوال صغيرة واقول hamlet اسمها hamlet طبعا لو عايز تقول تمام تقدر تقولها واتمنى تكون مفيدة لكم تقدر توقف الفيديو وتحل الاكسرسايز اكتر من مرة وان شاء الله نمتحنت تجهلكم سهلة نشوفكم على خير السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته